احزاب والحركات السياسية والتحول الديمقراطي في فلسطين كان ذلك عنوان احدث استطلاع للرأي ينفذه مركز رامالا لدراسات حقوق الانسان اعلان نتائج الاستطلاع جاءت في مؤتمر صحفي عقد اليوم في مركز وطن للإعلام اما اهم النتائج فكانت ان 43% من المستطلعة اراءهم يعارضون وجود احزاب وحركات سياسية في فلسطين في وقت اكد 57% ممن شاركوا بالاستطلاع وجود احزاب دينية في الضفة والقطاع 27% مع وجود احزاب علمانية لما سألنا الناس ايش هي الدولة النموذج اللي بتعتبرها نموذج للدولة الفلسطينية القادمة النسبة الاكبر اجابت المملكة العربية السعودية كان حوالي 26% والنسبة اللي بعدها اجابوا تركيا 19% الان الثقافة المجتمعية الفلسطينية باغلبها هي ثقافة دينية وحركتها بين السعودية وبين تركيا مش اكثر من هيك الاستطلاع الذي شارك فيه 1370 شخصا واجري في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس المحتلة كانت فيه الارقام لافيتة للانتباه لا سيما فيما يتعلق بثقة الجمهور الفلسطيني بالاحزاب المحلية فقد اشار الاستطلاع الان 41% من المستطلعة اراؤهم لا يثقون باي حزب سياسي ومع ذلك فقد حصلت حركة فت على النسبة الاعلى من التأييد في صفوف المستطلعة ارائهم حيث حصلت على 27% مقابل 11% من التأييد لحركة حماس وثمانية بالمئة للجهاد الاسلامية اعتقد 32% بان وجود الاحزاب والحركات السياسية الفلسطينية اثر في القضية الوطنية الفلسطينية ايجابا في حين اجاب حوالي 47% ان التأثير كان سلبيا واضح انه في انسداد للأفق السياسي في الفترة الاخيرة واضح لدى الجميع والناس شعرين فيه من ناحية ثانية الاحوال المعيشية للفلسطينيين يعني ربما سوءها بهذا الشكل الكبير اثر على رأي الناس في هذا الموضوع ولم تقتصر نتائج الاستطلاع على الشق السياسي فيما يتعلق بحركة الاحزاب الفلسطينية بل ايضا تطرقت لموضوع الرقابة على عمل السلطة ومدى مشاركة الاحزاب في دعم العملية التعليمية والصحية والثقافية للمجتمع المحلي ابرزه ان 36% من المستطلعة ارائهم اكدوا الغيابة الكامل للاحزاب في وضع الخطط للحد من البطالة المستفحلة بين صفوف الشعب من مدينة رامالله فارس المالكي تلفزيون وطنة